الشاب العراقي الشارع العراقي لا يرفض الدين ولكنه يرفض الأحزاب التي تستغل الدين. هذه نتيجة أعتقد الأهم التي استخلصناها من استطلاع الرئيس 87% يريدون الأحزاب التي تستغل الهوية الدينية يريدونها خارج الحكم لكن 75% يريدون أن يكون الإسلام إما مصدر الوحيد التشريع أو مصدر من مصادر التشريع أقلية لا يريد أن الإسلام أن يكون مصدر التشريع الشارع ليس ضد الدين ولكن ضد استغلال الدين من قبل الأحزاب. هناك تقريبا أيضا في سؤال آخر من سواء الله. هناك تقريبا 80% يعتقدون أن الأحزاب التي تستخدم هوية دينية تسيق إلى مكانة الدين أو مكانة الطائفة وتستغل مشاعر المواطنين مشاعر الناس لأغراض ولمكاسب الدنيوية. فهذا أعتقد جزء مهم. جزء الآخر أعتقد إذا رجعنا لانتخابات 2020. نقطة جدا مهمة. كانت هناك فرصة ذهبية للشارع العراقي المؤمن بالتغيير لإنتزاع زمان المبادرة من الأحزاب الدينية من أحزاب الصوفة السائدة. إذا ألقنا نظرة على أرقام النتائج الانتخابات السابقة كل الأحزاب التي تتبنى الهويات الفرعية سواء الدينية أو إثنية شهدت انخفاض كبير في معدل في عداد أصواتها. هذا أحيانا عن عداد المطلقة. يعني مقتصدر مليون وثلاثم ألف صوت حصى على تسعمائة ألف صوت أو أقل. لو كان هناك مشارك. لو كان المصوت العراق. لو كان الناخب العراقي مؤمن بقدرة على التغيير الذاتية. لا أريد أن يؤمن بالأحزاب الأخرى. لو يؤمن بنفسها أو تؤمن بنفسها أنها قادرة على أنه صوت وأنطي صوتي لغير الشخص المدمر الفاشل. فأعتقد أنه هناك أمل في التغيير. ولو نجي إن شاء الله للانتخابات القادمة